شماندس خالد خليني أرجع شوية وراء لأنه اللي جاي كتير هنتكلم فيه لكن أنا ما اتكلمت على خالد مرتاج زميلي بتاع فرق السبعتاشر سنة وأنت قابلي بسنتين كمان في النادي وبتتمرن والدك رئيس النادي وما بتلعبش مباريات ومسجل في الفريق لكنه تحكي لي مشاعرك في الفترة دي ما روحتش للوالد تقول له أنا عايز ألعب زي أي حد عايز ألعب ده أنا أبو يا رئيس النادي أولاد اللازينة وفرق السبعتاشر وبنكسب كل المباريات كان عندك طموحات من بدري في حاجة غير أنك تبقى لعب كرة احكي لي شوية مهم قوي بص يا كابتن أحمد أنا اتوالات لقيت الوالد كان رئيس النادي لأهلي نعم وغرس فيه حب النادي لأهلي نعم فأنا مش عايز أقول أن أنا ما لعبتش كرة بس أنا لعبت ما فيش حاجة ما لعبتاش في النادي هندبول كمان لا لا أنا كنت بالساعة خمسة الصبح بنزل على كابتن رويتر ربنا بيدي له الصحة والعافية كنت بنزل على السباحة أخلص السباحة أطلع على البينج بونج أطلع على البينج بونج أرواح على كرة فالحقيقة كنت يعني كنت غاوي أن ألعب كل الألعاب لكن ما فلحتش في الألعاب ووالدك رئيس النادي وابوك رئيس النادي نعم فلدهو كان بيتاري علي أنا فاكر سنة من السنين كان فاكر قائم الدورة الصيفية أيوة فكان فتحي سر ربنا ديه الصحة والعافية حتى كان بيكلمني النهاردة فكان فاكر كان قبل ماتش كان أهلي زمالك فكنا بنلعب فريق أحمر ضد الفريق الأصفر وأنا كنت احتياطي وكابتن فتحي قال لك إلى عابو فابوك رئيس النادي فبعد أنا رئيس النادي الأهلي بالنسباله ما كانش حاجة عادية النادي الأهلي أنا كنت بروح من الصبح بقفل النادي الأهلي وروح بالنسبالي بيتي يعني ما كنتش واخد الرياضة كوسيلة هي كتغاوي لكن ما كنتش بفكر أن أنا في يوم الأهم ممكن أبقى يعني فاهم لعيب لأن كمان على أيام أنا يعني ما كانش فيه ما كانش فيه زي دلوقتي الاحتراف والنهاردة بقت الرياضة ما بقتش بمجرد لعبة بقت صناعة وبقت حاجات كتيرة لكن أنا على أيامي ما كانتش فيها هذا الوعدين كان والدي رحمة الله علي يقول لي اهتم بالدراسة انت على بقى زمان لازم الدراسة ولازم تنجح ولازم تخش هندسة ولازم فما كانش عندي أي نعم كنت بحب ألعب أي حاجة وكنت مع صحابي حتى كنا بنلعب كرة على طول في النادي فريق الشمس بعد كده فالحقيقة الواحد اتربى جوه النادي وحب النادي وبيحب النادي والحمد لله يعني أنا بقى بقول إن ربنا صفحة الله تعالى كرمني إن أنا يعني النهاردة تدركت وبقيت واحد من المسؤولين في النادي وده شرف كبير قوي لأن أنا دائماً زي ما بنقول والكابتن خطيب وكابتن حسن اتعلمنا منه الفريق مرتجي والكابتن صالح وكابتن عبد صالح الوحش وكمال بيحافظ يقولك النادي الأهلي ده فضل علينا كلنا بعد ربنا صفحة الله تعالى ما فيش حد ليه فضل على النادي الأهلي وبالتالي أنا بكون كل يعني كل الفضل وكل الدعم وكل النعمة للواحد ربنا صفحة الله تعالى كرموا بيها يرجع لله صفحة الله تعالى ثم للنادي الأهلي فلازم الواحد النادي الأهلي بالنسبة له مش كيان ومؤسسة لا النادي الأهلي ده جوه دمك يعني فعايز تعمل أي حاجة عشان ترفع اسم النادي أو تبقى أنت ليه بصمة في أنك أنت النادي الأهلي ده بتشوفه فوق والحقيقة الواحد إما بيسافر وبيشوف المحافل العالمية والدولية بتبقى فخور صحيح وبتحس أن فعلا يعني الواحد بيقول طبعا الحمد لله عن نعمة الأهلي فعلا الحمد لله عن نعمة الأهلي صحيح الواحد اللي بيشوفه برة والناس إزاي بتقابله